في غانا حاجتين منعوني من أن أنا أستجيب لهذا الأمر أولاً مش أنا الجهة المسؤولة أنا مش مقدر في هذه الحالة في إدارة للنادي يجب أن يرجع إليها أما أنت عاول ما أنت يا كابتن عادلي معقولة مش عارف وحقيقة ساعات أنا مكنت مش عارف أنا كلمتك جات لك تفاصيل قلت لي لسه حجيب التفاصيل فأنا اعتذرت للسبابين أولاً أنا ما عنديش تفاصيل حتى لو عندي تفاصيل حيطلع لكم من النادي كلام رسمي أرجوكم يعني بعتذر للي كلمني وما أخدش اللي هو عايزه وفي نفس الوقت من فضلكم ما تعتبرونيش مصدراً للأخبار بس طيب المصدر الرئيسي هنا لأنه المسألة تيكنيكاً شوية المسألة فنية خاصة بالطيران ورحلات الطيران والعطب اللي حصل في الطيارة وإيه سببه أمور ما أقول لكم عايزة متخصص ما ينفعش الاجتهاد فيها أنت بتتكلم في حياة بتتكلم في حاجة طايرة في الجو فمنفعش أي حد يقول فيها أي هاري وخلاص أسباب تطلع من الجهة المختصة جهة المختصة فمصر الطيران طلعت بيان قالت فيه النهاردة من منطلق الدعم والرعاية التي تقدمها الشركة الوطنية مصر للطيران لكافة الفرق والأندية المصرية وفي ضوء العلاقات القوية التي تجمع الكيانين العريقين مصر الطيران والنادي الأهلي والتي امتدت لسنوات عديدة قامت خلالها مصر الطيران بتسيير أكثر من خمسين رحلة خاصة للنقل الفريق للمشاركة في الكثير من البطولات المختلفة حيث قدمت خلالها الشركة التسهيلات المادية والمعنوية وزللت كافة العقبات حرصا منها على توفير الوقت والجهد وعناء الصفر أضاف بيان الشركة نتيجة للثقة المتبادلة بين الكيانين طلب مسؤول النادي الأهلي من شركة مصر الطيران تنظيم رحلة خاصة إلى مطار كماسي بدولة غانا لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة فريق مدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا ومن جانبها قامت مصر الطيران بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها في غانا للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلة مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار كماسي وبعد الانتهام من التجهيزات الفنية اللازمة حصلت مصر الطيران على التصريح الاستثنائية للهبوط بمطار كماسي المخصص للطيران الداخلي فقط دون الهبوط في مطار أكرى العاصمة وذلك حرصا من الناقل الوطني مصر للطيران على توفير كافة سبل الراحة لبعثة النادي الأهل رائع تابع البيان وقد أقلعت رحلة مصر الطيران رقم ام اس تلاتة تسعة حداشر بأحدى استرازات الشركة اي تلتمية وعشرين نيو يوم الأربعاء الموافق واحد وعشرين فبراير واحد وعشرين فبراير من مطار القاهرة وعلى متنها بعثة النادي الأهل متجهة إلى مطار كماسي مباشرة أثناء الرحلة تلقت مصر الطيران اختارا من سلطة الطيران المدن الغاني يفيد بعدم السماح بمبيت الطائرة بمطار كماسي ليه؟ قالك نظرا لحدوث بعض الإصلاحات على أن يتم السماح للطائرة بإنزال البعثة في مطار كماسي ثم تتوجه الطائرة للمبيت في مطار أكرى يعني هتوصلوا بعثة الأهل لمطار كماسي بس الطيران مش هتبات في المطار إجراءات إصلاحات صيانة للمطار البعثة توصل لمطار كماسي وتروح تبات في أكرى في العاصمة وتبقى تيجي يوم الجمعة بعد المباراة تاخد البعثة كان الترتيب على هذا الأساس لا ده طلبات الاتحاد الغاني مش السلطات الطيران المدن في غاني دي طلباتهم اللي جات وهم في الجاو على أن يتم السمح للطائرة بإنزال البعثة في مطار كماسي ثم تتوجه الطائرة للمبيت في مطار أكرى على أن تعود الطائرة يوم الجمعة الموافق 23 فبراير إلى مطار كماسي مرة أخرى لنقل البعثة إلى مطار القاهرة طيب هم لإيه اللي حصل أثناء هبوط الطائرة تلقى قائد الطائرة اختارا من برج المراقبة الجوية في المطار يعني يوصل كماسي يفيد بعدم السمح بالهبوط في مطار كماسي ليه؟ لإغلاق المطار لمدة ساعة وعليه التوجه إلى مطار أكرى على الفور توجه قائد الطائرة إلى مطار أكرى وتم السمح له بالهبوط لحين إعادة فتح مطار كماسي مرة أخرى وهو على الأرض في كماسي أوضح البيان فور السمح لقائد الطائرة بالإقلاع من مطار أكرى متوجها إلى مطار كماسي استضمت معدة الدفع الخلفي الخاصة بتحريك الطائرة بجسم الطائرة المعدة اللي هي بتدفع الطائرة على الأرض علشان تعمل الستارت بتاعها ودي بتبقى تابع مطار أكرى مطار أكرى أنت ما عندكش معدة دي معدة على الأرض فاستضمت بجسم الطائرة الأمر الذي ترتب عليه واضح أنه حصل بقى مشاكل ترتب عليه ضرورة فحص الطائرة والتأكد من تحقق كافة إجراءات السلامة قبل استئناف الرحلة إلى مطار كماسي وعند الانتهام من الإجراءات والتأكد من سلامة الطائرة للإقلاع تم اختار قائد الطائرة بأنه لن يتم السماح باستكمال الرحلة نتيجة الغلق الليلي لمطار كماسي من جانبها قامت مصر الطيران باستضافة أعضاء البعثة في أحد الفنادق المتميزة في أكرى على أن يتم استكمال الرحلة في تمام الساعة العاشرة الصباح اليوم التالي بناء على طلب بعثة النادي الأهلي اختتم البيان أقلعت الطائرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة من مطار أكرى متجهة إلى مطار كماسي وصلت في تمام الساعة الواحدة ظهرا هذا وتعتذر شركة مصر الطيران عن هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها وتتمنى الشركة التوفيق للنادي الأهلي في مباراته القادمة أمام فريق مدياما الغاني طيب تعال لنحلل بقى إلا حصل لأن فيه راقي كتير هونتوا ليه تستنوا ومش عارفوا الصحة كان يتعمل إيه وهو الطيارة أخرت وعشان كده ما لحقتش تسافر سببه أسباب نتيجة فيه قصور في المعلومة وأنت أقولك وأنا أقولك نعلق الزوح نحن ما عندناش أي معلومات تفسير خاصة بالشركة التفسير ده بيقول إيه إن الأهلي طلب طائرة خاصة تنزل بشكل مباشر قاهرة كماسي مفيش أكرة خالص هذا أخدا بالأسباب السليمة وحسنا فعلا نهايدي الآلي عشان ما يتكبتش اللعيبة مشاق نزول وطلوع وصفر طويل اتنين إن الطيارة ما وصلتش الأجواء الغانية خلال فطرة الحظر زي ما أشيع إن عشان تأخرت هنا فراحت واضطرت تنزل وكان في حظر ليلي لا ده فضلت لمدة ساعات راحت وهم في الجو قال لهم طيب حتنزلوا بس مش هتباتوا حتنزلوا مترجعوا وكي وهم في كماسي خلو وصلوا قال لهم لا مش هتنزلوا إحنا قفلوا لمدة ساعة مش حيضر يطيدي الساعة دي فوق المطار ارجع أكرا نزل أكرا نزل أكرا اللعيبة استنت علشان أول ما يتقلهم يلا يتحركوا فرا عليكم مازي تاني يبقى كل اللي يتأخروا ساعتين مثلا الساعة اللي رايح والساعة الجاي ثلاث ساعات والساعة اللي فيها إصلاح في مسألة استضام الملابسات الكتير دي بتخليني إيه أستاذ زبرين في إيه مسألة استضام شاحنة الدفع مؤخر طيرة اللي هي بتزقها عشان تحركها عشان تاخد الستارت بتاعها أو الانطلاقة بتاعتها تصطدم بيها إيه الحالس الغريبة دي ومنطقي جدا إن أنا لما يصطدم في طيران وبيتقولك الشركة وفرت أحدث الطراز يعني طيارة على أعلى مستوى فكان لازم يطمئنه فالطرب باتوا ويروحوا تاني الملابسات الكتير دي لا الأهلي أخطأ ولا مصر طيران أخطأت لكن ثمت شيء ما في الأمر إيه اللي أدى إلى القرارات الكثيرة والعربية والطيارة فوق الأجواء مش عايز أقول إن ده أمر يعني يستحق يعني الارتياب لأنه أنا حصلت لي أنا يعني سنة ثلاثة وتمانين كنت مكلف من الكابتن صالح أروح مأمورية وصلنا فوق غانا لأ لفوا ساعتين وارجعوا وصلنا تاني فوق مطار أكرى لأ هتروحوا أبيت جان تباتوا الليلة وتعالوا بكرة المطار مقفول بيتنا الليلة رجعنا في الأجواء لأ ارجعوا مصر المطار مقفول مش هتفتح دلوقتي هل دي حاجات يعني بتحصل كتير ما عرفش إنما مش ضروري نأخذ بقى إن في حد متعمد يعمل الكلام ده عشان يعطل الفرقة لا طبعا لأن برضو في حد السير تعرض له إن هذه بيرامد في لبومباشي يعني إيه ده ليه كده أين الاتحاد الفريخي بقى من كل ده لما إيه النادي الأهلي يقول لك أنا مالي أنا ومصر التاري تقول لك وأنا مالي هو الإرهاق ده والتأخير ده مش بسببي الجل المطش يوم فيه رض إحنا أنا حروح مع ميستر كولر ممتقه عن منطق ده جدا 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 هنجيله لكنه عايز أقول لكم إنه بمجرد مدى حصل مبارح